مدنيون عالقون في حويجة قاطع وسط نهر الفرات غربي دير الزور تفصيلهم عن الحياة مئة متر فقط تتمثل بعرض النهر هم الأكثر عرضة للانتهاكات الإنسانية إذا ما سيطرت قوات نظام على المنطقة التي لا تتجاوز مساحتها نحو واحد ونصف كيلو متر مربع المدنيون البالغ عددهم نحو 750 مدنيا معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتأمين عبورهم إلى ضفة نهر الفرات الشرقية نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية تزداد مخاوف المدنيين مع اقتراب قوات النظام من الحويجة بسبب ما قد ترتكبه تلك القوات بحقهم من انتهاكات واسعة وعمليات انتقام عشوائية وذلك على غرار ما حصل في عام 2012 عند اقتحام النظام للمناطق التي خرجت عن سيطرته مطالبين القوات الديمقراطية بتسهيل حركة مرورهم من منطقة حويجة قاطع باتجاه قرية الحسينية التي حررتها قسد ومن جانبها قالت الناطق الرسمية باسم عاصفة الجزيرة ليل والعبدالله إن مقاتليهم يقومون بكل ما يستطيعون لإجلاء المدنيين وذلك بفتح ممرات آمنة للحفاظ على سلامتهم وبدوره أكد مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن كل محاولات القوات الديمقراطية بانقاذ المدنيين العالقين في حويجة قاطع باءت بالفشل وذلك نتيجة لإصرار قوات نظام على سد كل المنافذ أمام هؤلاء المدنيين والتهديد بقصفهم فيما إذا تحركوا شمالا سوريا الديمقراطية